بسم الله السلام عليكم مشاهدين يا كرام انقدم لكم في هذا الفيديو اشتركوا اشتركوا في القناة خلال قناة حسن زراعة اسطح شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا الله فرجة ممتعة استودعكم الله أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام كنقدم لكم نفسي معكم محمد من الدار البيضاء عاشق للزراعة المنزلية وزراعة الأسطح واليوم جيت نشارك معكم بعض المنتوجات اللي قمت بالزراعة ديالا على سطح المنزل ديالي والفضل كرجع الأستيدي ومعلمي حسن قناة زراعة الأسطح ونخليكم مع هذه المزروعات هذا الجانب هذا في النباتات ديال الزينة كما كتلاحظوا إخواني الكرام هذا كلهم نباتات ديال الزينة كما كتلاحظوا إخواني الكرام هذا نباتات ديال الزينة لاحظوا إخواني الكرام وهذا الجانب نقوم بالزراعة على الخضروات يعني كنقوم بزراعة الخضروات في هذا الجانب. كما كتلاحظوا هنا يا عندنا بعض القرائيات اللي اشتغلت عليهم. هاو ما نوروم لكم عن قرب. لاحظوا النمو ديالهم كيفاش دير سليم. وايضا كنجج النباتات العطرية اللي كتستعمل في الشاي المغربي. لاحظوا اخواني كرام. كتستعمل في الشاي المغربي بامتياز. وكنتش ايضا مختلف المزروعات حسب الفصول. لاحظوا. وكنا نحفز اي واحد ان يقوم بالزراعة لان الزراعة سهلة وبسيطة جدا للغاية. الزراعة سهلة وبسيطة جدا للغاية. وفش ملقى الانسان انه يزرع يعني في حاويات او يدير تدوير القرارات. لاحظوا. شوفوا تبارك الله القرارات. ما شاء الله النمو ديالهم كيفاش دير سليم جدا. وحنا صبحنا اليوم كنعيشوا واحد الدائرة ديال المواد الكيموية اللي اللي ولو كنجو بها الخضر. فهي ولد كتشكل واحد خطر كبير على صحة الانسان. لهذا يجب الانسان انه يعزم ويتوكل على الله ويقوم بالزراعة وغادي يستفد وغاية كل شيء حاجة بيوء وطبيعية. وعلى هذا المنظر الجميل استعودعكم الله الذي لا تديع ودائع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. معكم سيان منطال بيضاء. من محبي زراعة الاسطح. من هواس زراعة الاسطح. قدم لكم تجربة ديالي. تجربة البسيطة ومتفاضعة. ونشكره وقعنا تحسلي زراعة الاسطح. ومن المتبعين دياله. المتبعين دياله. نجربة الاسطح. هناك كرافص البلدية. هناك شيضا. بعد الأعشار من الثيمة من النعناء العطرشا المترجم للقناة المترجم للقناة والسامة قمت بوضع المترجم للقيسي اخواني المشاهدين اهلا وسهلا بكم اينما كنتم نتمنى تكون بخير وعلى خير اليوم احبيت نشارك معكم هاد النباتات من سطح منزلي نتمنى تنل اعجب للكم وتعجبكم هادي بعض الانواع النباتات والتراوسارية والصباريات على سطح منزلي معكم بحافة مورد من مدينة سالة اتمنى تعجبكم هاد الفيديو اللي غادي نعرفكم عليه على هذه النباتات اللي عندي في المنزل اول حاجة هادا العصفور نبات العصفور كما كتشوفو مزهر فقط زارع بعد ثلاثة دل بودور هادي شهتلات الطمعطين وندي بعض القرعيات هاد الدلح قرع سلاوي قرع كورجيب هادي الهندية الحمراء هادي الهندية التين الشوكي الحمر عند الشجرة عندها تقريبا ثلاثة سنوات معايا هادا العام اللي كتا كالطعم عندي فيه ما شاء الله كثير من الطمار هادي الدراقون فروت شهتلات دراقون فروت هاد الوراقة كيبلغ قولي يلا تقريبا ستين تسانتين وهي هابطة عندي هنا على الضوايا كما تتلاحظو هادية ازهار ديال العصفر الضفر اللي كيستعمله في الطياب قولها و يا شيء كله ما شاء الله هادي يخرجbai الازهار دياله هادي بعد الناباتات نبتة المنزلية. سبارياد الايونيوم الكراسولة عمق القاضي كاكتوس او ويبيرا المكحالة. هذه النبتة هذه. هذا الخص. وهذا كذلك الخص مزرع عندي في القصص. ان شاء الله هذا معايشة ثلاثة. طلعين من من هذك العرش اللي كتقطعت من قبل كلينا. هذا الحباق. كما تلاحظوا هادا الانواع ديال العصار هي تسيدون. هذا الزعتار الكوبي. نبتة العنكبوت. هذي ما عرفتش نسمية دياله. هذا اللوايا. هذا هو سطح المنزل اللي يتمنى يعجبكم وين الاعجاب ديالكم. كنشكروا الاخ حسن على المبادرة اللي اعطانا باش نبينوا السطح والنباتات المنزلية ديالنا. هذي شتالة الفلفل ما شاء الله. كيفاش اربعة ديال الشتالات هنا يعندي ديال الفلفل الحلو. هذي صغيرة طلعة بوحدة ما عرفتش كيفاش ما نبين. السلام وعليكم اخوتي مغارواق. لابس عليكم مهانين. كل شي مزيان. سي حسن لابس عليك. اسميتي موراد. مقيم باسبانيا. بسعر اغوسا. انا ولكم شوية جريدة اليوم ان شاء الله. هذا هو اذك الاساس. انا حشوي الفريز. وماتي شغل. شوية سويلاق. المهاياق. فقوس. هنا هي تومة. فشجل. البسلاق. قرعق. متنوعق. هناك بتاطا. وشلدة. عندي رباط جاجات. هذه المنة اللي هي صغيرة. بيضاء. هذه سلطانة تركة. تركية. هذا هو هنا يدير انو بحلها سير. كنا رايحو فيه بعد مرات. ناكلو فيه وذا بوقت البرد. اذا رف جل. بي برك. شلدة. شجرة. هذه الخوخ. هذه ماتيشة. هذه الغليدة. ماتيشة غليدة. ماتيشة تهيغ. هذه الفلفلة. هذه الخضرة. والحمراء. التنجال. هنا زال واحد شوي. هذا القصبر والمعدنوس. وكينا واقع في هذا الجوز للدابة. ما رايح لي المعدنوس. والقصبر. بخير كدير سبولة دابة. مش يوقسو. سمحوا لي. اول مرة كندير فيديو. ولو باش نوركم الجيران ديولي هنا يا. قولوا لي نوركم الجيران. يعني كل واحد عنده. الجردة دياله. هذا كلهم هنا يا. هذا جاري زارة. هنا يا. كل واحده شنو زارع. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.